بالنسبة للقنوات الدينية هذه لها قصة يعني ترى يعني إنشاء قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية المرتكز الأساسي أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية تهتم بالقرآن والسنة مصحف الملك فهد في المدينة المنورة المسابقات الدولية في مكة المكرمة المسابقة المحلية للملك سلمان عليه حفظه الله ووفقه في الرياض يعني التكاملية رأت وزارة الإعلام أن تخصص أيضا قناة القرآن وقناة للسنة فارتقي أنه يعني معالي الوزير الدكتور عبداليس خوجة قدم فكرة إنشاء هاتين القناتين إلى خادم حرمين الشريفين ووفق في إطلاقهما في بداية الثلاثينات 1431 كانت حقيقة من أقوى القنوات على مستوى العالم مشاهدة تنقل صوت المملكة السعودية وصورتها في العالم واليوم تشايف اليوم اسم المملكة السعودية على هاتين القناتين ما جمعنا تحدثنا عن السنة النبوية والقرار الكريم هاتين القناتين يقود لي سؤال أخيه قد يكون يعني الناس أنت قدمت برامج لحصرة لها نجحت ولكن على سبيل المثال للحصر برنامج وسابقات رمضان الكبار اللي ما زال عالقا في أذهان طيب خلينا نقول على المستوى السعودية والخليج يمكن طيب وصف لي يعني ذكرياتك مع هذه هذا البرنامج الجميل الذي استمر لي سنوات نختم به سأعطيني مساحة فيني أن هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لي بالنسبة لمن يسأل عنه دائما ما هي قصة المسابقات في التلفزيون يعني لازم تسأل عن قصة إنشاء هذه المسابقات المسابقات في التلفزيون كانت أول عن طريق الرسائل تكتب والناس في مناطق المملكة يرسلون عن طريق البريد وكل رسالة بخمسة ريال أظنوا وكذا وفي آخر الأمر الناس تروح تأخذها من عند البريد تشقق الرسالة وتكتب الإجابة وتلصقه مرة ثانية وترجعها كان يأتينا أرتال من الكياس إلى التلفزيون وكان بعد يعني في أواخر محرم في أواخر محرم رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة أربعة أشهر فرصة لكي تصل هذه الرسائل من مناطق المملكة يجتمع مدير عام التلفزيون وكيل الوزارة مدير عام البريد لعملية الفرز مدير عام البريد في المنطقة الرياض أثنان من العلماء الشيخ عبداليز المسند والشيخ محمد بن يعيش على سبيل المثال مدير البرامج الدينية الدكتور محمد المخلف على سبيل المثال ثم بعد ذلك تعلن نتيجة أربعمائة اسم في نفس الليلة تقريبا هم من يستحقوا المكافآت خمسة ألاف خمسة ألاف خمسة ألاف هذه الفترة يعني أصبحت التقنية تغيرت الآن أصبحت أجهزة التلفزيون تستطيعا بالاتصالات الهاتفية أن تنقل صوتك وتسجل رسائلك في الأسئلة والأجوبة ففكرت التلفزيون في منتصف 1416 و17 و18 لماذا لا ندخل البطاقات ففكرت شركة من الشركات جاءت التلفزيون عرضت أنه والله أنا ممكن أخدمكم بأنكم تبيعوا على المواطنين هذه البطاقات ويدخل كل مواطن عن طريق هذه البطاقة يسجل اسمه والكمبيوتر يحمل اسمه وهاتفه ثم في الليل على الهواء نبدأ ناخد اسم وهاتف يعني عن طريق الكمبيوتر استمرت هذه الفترة استمرت فترة طويلة جدا سنة سلتين ثلاث لكن صار في إثقال على المشاهدين أنه كيف يا أخي أنتم أتعبتوا الناس في البطاقات كلفتوا على الناس وارتأت يعني بعض الجهات الدينية في المملكة أنه لماذا توقعنا الناس في حرج في المسابقات فعادت أو عادت تلفزيون فكرة إعادة البرنامج إلى شكل آخر أن نكون في الاستوديو على الهواء ولا نحتاج إلى بطاقات فجاء سباق المشاهدين ومسابقة رمضان بثا مباشرا عن طريق الاتصال الهاتف بدون بطاقة ما زال الناس يتذكرونها حتى الآن يعني أنا أعطيك سؤال من الأسئلة ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم في أكثر من موضع أذكر اسم السورة ورقم الآية إليكم إعادة لسؤال هذه الليلة إلى الآن الصوت والموسيقى ما زالت حال يعني هذا البرنامج هو الحقيقة له متابعين لكن فيه برامج مشابهة كثيرة ترى بالمناسبة أول مسابقة في التلفزيون كانت لمعالي الدكتور عبدالله الجاسر نائب الوزير اسمه حكمة اليوم في التلفزيون في الخمسة ثمانين وستة ثمانين وسبع ثمانين أول ملاشرة التلفزيون كان يأخذ الكاميرا مع المخرج ويسجلون في خارج التلفزيون ويعطونه هذا كاميرا وهذا راديو بدأت مسابقات ميدانية ميدانية فكانت هذه قصتها شكرا لوجودك معنا اليوم الدكتور سلمان العزيز أنا حقيقة سعيدة أن أكون معكم عبدالعزيز مرة أخرى وهني معاني الوزير الأستاذ سلمان الدوسري وزملاء وفريق العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تصل الحقيقة كلمة الحق والصوت النقي الطاهر من المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة وشكرا للإبداعات التي تقف خلف أجهزتنا الكاميرات والصوتيات لهم مننا الشكر ولك أيضا عبدالعزيز ألف شكر شكرا للمشاهدة